القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء التاسع والسبعون مشهد الحلة أولاً أبو الحسن الهروي كغيره يتحدث عن القبر والبناء والقبة والصندوق والأبواب والشبابيك والستائر وغير ذلك مما يوجد عادة في المشهد وقد كرر ذكر مشهد أمير المؤمنين عليه السلام في النجف كما ذكر مشهد إبراهيم في الكوفة ومشهد أولاد الحسين عليه السلام في الكوفة أيضاً ثانياً قال الهروي مدينة الكوفة بها مشهد إبراهيم باطنة النجف مشهد أمير المؤمنين عليه السلام وبالكوفة مشهد به قبور أولاد الحسين عليه السلام وقال عدنا إلى ذكر زيارات الحجاز وطريق مكة والمدينة باطنة النجف به مشهد أمير المؤمنين عليه السلام ثالثاً الهروي في القرن السادس الهجري كان شاهد عيان على وجود مشهد لأمير المؤمنين عليه السلام في مدينة الحلة حيث قال مدينة الحلة بها مشهد علي بن أبي طالب عليه السلام وذكر معه مشهد الشمس ومشهد الجمجمة قال الهروي مدينة الحلة بها مشهد الجمجمة يقال إنها خاطبت إيسى بن مريم عليه السلام ويقال إنها خاطبت علي بن أبي طالب عليه السلام وبها مشهد الشمس يقال ردة الشمس لحزقيل النبي عليه السلام ويقال ردة ليوشع بن نون عليه السلام ويقال ردة لعلي بن أبي طالب عليه السلام وبها مشهد علي بن أبي طالب عليه السلام رابعا السؤال المهم والخطير أين صار مشهد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان في الحلة هل تم تهديم مشهد الحلة ومحوه لأنه يتعرض مع تجارتهم بمشهد النجف؟ خامساً توسعت وانتشرت المشاهد فبنيت وتبنى على قبور وهمية وعلى غير القبور من مزاعم ومبتدعات ومن هنا جاء مشهد الشمس ومشهد الجمجمة مهندس الصرخي الحسني